كل عام ينتظر العالم مثل هذه الأيام للإعلان عن جائزة نوبل للأدب وهذه السنة كانت الجائزة من نصيب الشاعر الأمريكية لويز جلوك لويز جلوك التي قالت في حوار أجري معها ذات يوم أحبذ أن أكتب عكس ما أفكر فيه وعرف شعرها بالتجرد والتمحور حول حياتها الشخصية وطفولتها لنشاهد كيف تفاعل الناس وكيف باركوا لهذه الشاعر الأمريكية نشاهد أول تغريدة معنا من محيدين اللاذقاني السياسي السوري والكاتب على ذكر جوائز نوبل وهذا موسمها لازم يمنح بشار الكيموي جائزة نوبل للسلام وأدونيس جائزة نوبل للأداب لمواقفهما المشرفة من الشعب السوري وبذات تكتمل ثقة السوريين بالمجتمع الدولي الوفي الذي لم يخذ لهم أبداً لا هو ولا أصدقاء سوريا الذين صاروا مضرب المثل في الوفاء بالوعود نشاهد أيضاً التغريدة الأخرى على هذا الموضوع ملال يقول يتح لك إعلان جائزة نوبل للأداب كل سنة اكتشاف ضخامة عدد النقاد والمناظرين الأدبيين والقراء الموسوعيين وأصحاب الرؤى الكونية الموجودين في حياتك واحتياجك الشديد إلى تقليل ذلك العدد نشاهد أيضاً التعليق آخر على هذا الموضوع من الدكتورة أصالة تقول جائزة نوبل للأداب للشاعر الأمريكي الويس جليك أو جلوك أتمنى ولو مرة خصوصاً في السنوات الأخيرة أن تذهب هذه الجائزة لإسم مألوف أن نقول بفرح أنه فوز متوقع ومستحق لكاتب غير حياتنا كقراء عاديين أفكر بكونديرا مثلاً ثم أزيح الفكرة من رأسي بسرعة كونديرا أهم من الجائزة نفسها نشاهد أيضاً تعليق آخر للأديب والقاص السوري مصطفى تجدين موسى يقول ذهبت نوبل إلى شاعر إلى شاعر أمريكية مهمة كنت أتمنى لو أنها ذهبت إلى أحد الذين أحبهم وكتب مجموعة من الكتاب والأدباء مثل تشيكي ميلان كونديرا الكينيني جوجي وواثينغو والإسباني خوامياس والبريطاني سلمان رجدي أيضاً ذكر العديد مثل كندية مارغريت أتوود والياباني هاروكي موراكامي والأمريكي بول أوستر بالأخير مبروك لا لويز جلوك نشاهد أيضاً التغريدة الأخيرة على هذا الموضوع للكاتب السوري صبحي حديدي قال خبر مبهج فوز الأمريكية بجائزة نوبل للأداب هي شاعرة كبيرة ومجددة وعميقة وملتزمة ظلت دائماً مرتاحة إلى المكوث بين أقصيين من دون كبير اكتراث بعمق وأوضحالة العلائق بين أقصى الموت وأقصى الحياة سعيد بصفة خاصة لأني قدمتها إلى قراءة إلى قراءة العربية وترجمت شعرها منذ عام 1998 ربما كانت هذه مجمل التغريدات حول هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر